السلام عليكم سعر السيارة الأوروبية جديدة راح تكون 100 مليون تصل إلى الجزائر ب136 مليون نحسب نقص لرسوم الجمركية اللي هي 30% ونقص الرسم على قيمة الموضافة اللي هي 19% مثل السيارة قيمتها 100 مليون الرسوم الجمركية 100 مليون في 0.330 مليون والقيمة الموضافة هي 100 مليون في 0.1999 مليون ومنه سعر السيارة الأوروبية المستوردة 149 مليون مع احتساب حق النقل والتأمين ورسوم التغيير لوحة الترقيم حوالي 7 مليون هذا يولي 149 زايد 7 مليون تساوي 156 مليون لا ننسى الرسوم التي تنقص من السلعة المستوردة من أوروبا تجاه إفريقيا بحوالي 20% من سعر السلعة السيارة أي 100 مليون في 0.20 مليون سعر السيارة الصافية 150 نقص 20 مليون 136 مليون أقل من ثلاث سنوات الضرع أقل وبالتالي سعر أقل السيارة المستوردة من دول العربية قطر الإمارات السعودية ليبيا معفية من الرسوم الجمركيلي لأن الجزائر عضو في المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر يعني السعر النهائي تحارح يكون منخفض مقارنة بالسيارة الأوروبية اليابانية شكرا على المتابعة وأرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله